البرازيل قدرت انها توصل لانهائي كوبا امريكا بانتظار منتخب الارجنتين او منتخب كولومبيا في نص انهائي اول ومنتخب البرازيل تمكن من الفوز على منتخب بيرو بهدف نظيف احراز وباكيتا في الشرط الاول هدف من صناعة نماره مجهود كبير جدا من نمار قدر ان هو يعبر من لاعبين او مدفعين من منتخب البرو ويصنع كورة على طبق من دهب لباكيتا اللي بيسجل والمرمى خالي من حارسه علشان يتقدم لمنتخب البرازيل ويحافظوا على الهدف ده وما يقدموش مباراة كبيرة يعني هجوميا كالعادة او زي ما احنا متعودين على منتخب البرازيل ولكن حافظوا على الهدف ويقدروا ان هم يوفروا مجهودهم ويقدروا ان هم يحافظوا على المعدل البدن بتاعهم في المباراة اللي يواجههم فيها منتخب البرو بضغط على استحياء يعني مش الهجوم القوي اوي او مش الكورة الهجومية الكبيرة او المجاعة الهجومية الكبيرة اللي تخليك حتى عندك امل ولو واحد في المية ان المنتخب ده عايز اعادة اللي هم كورة واحدة من فاول عرضية ويطلع فيها حارس منتخب البرازيل ادرسون غلط وكانها ممكن تحدش المفاجأة في الكورة دي ويتعادل منتخب البرو ويصل لضربات الجزاء ولكن المباراة انتهت بفوز منتخب البرازيل بهدف باكيتا وخروج باكيتا بعد كده مصاب في نهاية المباراة ولكن البرازيل في النهائي وانتظار مباراة بكرة اول نهار ده يعني بكرة بالليل منتخب الارجنتين ومنتخب كولومبيا اللي شاهدت اخر مباراة لهم اصارة كبيرة جدا وتعادلات متكررة ما بين المنتخبين طبعا منتخب الارجنتين يمتلك عناصر قوية زي طبعا ميسي الجوهرة كبيرة جدا وافضل لعاب العالم وكمان موجود ديماريا واجويرو ولوتارو مانتنيز دولك عناصر خبرة وباكي العناصر الموجودة في منتخب الارجنتين من شباب وكمان بعض اللعابة اللي تعتبر دعمة ولعابة مميازة لمنتخب الارجنتين اما منتخب كولومبيا طبعا عندهم مدافع ياريمينا وسانشيز وراء والحارس بتاحهم اوزبينا وكمان عندهم كوادرادو في الهجوم وزاباتا المهاجم القوي جدا لنادي اتلانتا وروميرو برضو مهاجم نادي اتلانتا المنتخبين عندهم العناصر اللي تمكنهم وتأهلهم ان هم يفرجون على مباراة كويسة ومباراة محترمة وطبعا كان لازم اتكلم عن المباراتين دول مبارات البرازيل اللي انتهت منذ قليل امام البيرو وطبعا مفاجأ اصلا ان البيرو يوصل للدور ده ولكن منتخب مجتهد منتخب عنده روح وحماس واسرار النيورس يوصل للمرحلة دي وطبعا منتخب البرازيل اللي باقل مجهود قدر يوصل للنهائي علشان ينتظر المباراة المصيرية النهائية ما بينه ما بينه يا الارجنتين يا كولومبيا نتمنى الارجنتين عشان نشوف كلاسكو ما بين منتخب ارجنتين والبرازيل ونيمار وميسي يتقبلوا وان شاء الله ميسي السنة دي يعملها وياخد البطولة لان دي تقريبا اخر بطولة الميسي في كوبا امريكا لو اول مرة تتابعني واول مرة تشوفني ياريت تنزل دولاتي تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يصل لكل جديد واعمل لايك للفيديو عشان طبعا بالفيديو ده يوصل لأكبر عدد ممكن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته